إلى مواقع التواصل الاجتماعي خلال مناقشة النواب في آخر جلسة لهم قانون التقاعد التي منحوا فيها أنفسهم امتيازات من ناحية الراتب التقاعدي عبر مساواتهم برواتب الوزراء التقط مصور صورة لأحد النواب أثناء انشغاله بلعبة كاندي كراش الشهيرة حمز النابلسي غرد على تويتر معلقا على الصورة والفيديو مخاطبا الناخبين قائلا أعزاء المواطنين اللي انتخبتوا النواب في الفترة السابقة أعطيتوهم أصواتكم والآن هم بحاجة لأرواحكم في الكندي كراش طالب الهندسة منذر وهبة علقا على الصورة قائلا الكندي كراش هي الحل وخاصة في مناقشة قانون الكسب غير المشروع زيد الصرايرة نشر فيديو للنائب أثناء اللعبة وقال سعدته بلعب كاندي كراش وبصوت على قانون التقاعد بنفس الوقت نواب وتقاعد وكاندي كراش نشر القائمون على حساب الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلبة ذبحتونا من خلال صفحتهم على الفيسبوك صورة قالوا فيها أنه تم حذف كلمة العربية من الجمهورية العربية السورية في منهاج التربية الوطنية للصف الثالث علما بأنه تم إضافة كلمة العربية للمملكة العربية السعودية غادة اسماعيل دعاس كتبت في تعليق لها على الفيسبوك أكيد خطأ أحسن الظن يا دكتور الدكتور فاخر دعاس المنصق العام للحملة علق بشكل مقتضب ذبحتونا التربية لا تعترف بعروبة سوريا تفعل المشتركون في صفحة رؤية الإخبارية صباح اليوم مع الخبر الذي تم إعادة نشره عليها وفيها تصريح لوزير الصحة الدكتور علي حياصات مفاده أن مستشفى البشير أصبح مدينة طبية بعد إنجاز مراحل توسعته مؤخرا بكل فمادية بلغت 73 مليون دينار يزن متولي تساءل مستغربا هاي نكته رمضان تلاويسته جناء التكلفة المبالغ فيها قائلا شو 73 مليون والله فيه باعة متجولين في الممرات ولا لو يعملوا مول ويحطوا بسطات الوحدات جواته أحسن بشار خليل تفق معي يزن متولي في تعليقه معتبرا التصريح نكته جد هاي أحلى نكته سمعتها اليوم على مين بتضحكوا ممكن قصده يحكي أصبح أكبر مسلخ